أعلن نائب رئيس قسم المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف أن موسكو تعتبر مجرد فكرة الحرب بين الشعبين الأوكراني والروسي أمراً غير مقبول وذلك في أحدث تصريح ضمن سلسلة بيانات رسمية تهدف إلى تبديد المخاوف بشأن غزو روسيا لأوكرانيا وأضف أليكسي زايتسيف لقد قلنا مراراً وتكراراً إن روسيا لا تخطط لغزو أي أحد ونحن نعتبر أن حتى فكرة الحرب بين شعبين غير مقبولة تماماً وأشار زايتسيف إلى أن بعض الدول الغربية تحاول خلق خلاف بين شعبي روسيا وأوكرانيا وكذلك بؤرة عدم استقرار في أوروبا ما يعقد العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وموسكو وتشهد العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الناتو بقيادة الولايات المتحدة في الآوينة الأخيرة توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من تهديد روسي محتمل